أهلا بكم مشاهدينا وحييكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من بنصبح عليك يارب يكون يومكم سعيد ونهاركم ممليء بالخير والمحبة وكل عام وكل أقباط مصر في العالم العربي وفي مصرنا الحبيب بخير يارب يجعلوه إن شاء الله عيد سعيد على الإنسانية وعلى مصر وعلى جميع أقباط مصر تكون أجازة سعيدة كلنا بنحب ناخد أجازة أكيد زي ما قلت أننا عندنا فخرة المناسبات النهاردة ذكرى ميلاد أديب جبران خليل جبران والحقيقة هو أديب عربي من شعراء العصر الحديث لمع نجمه الحقيقة واشتهر في الغرب وكان لي العديد من الكتابات وحمل كلماته لعك رسالة بكل جراءة وعبر عن رأيه بحزم وتبات وله العديد من المؤلفات الأدبية التي تساهم من خلالها بتطوير الأدب العربي الحديث واتبع فيها المذهب الرمزي وأسلوب التشكيل الفني وأيضا الدعوة إلى الحرية ورفض الموروط وامتاز الأسلوب الثاني لجبران خليل جبران بتقصي الأهواء وحب الاستمتاع بالحياة وهو دايما كان بيتبع عدة أساليب للتعبير عن فكره كاستخدام الأسلوب القصصي وأسلوب التأمل وأسلوب المثل وغلبت الحياة الرمزية على معظم كتابات جبران خليل جبران عدى كتابي آلهة الأرض وحديقة النبي وأسلوب فيه رمزيته متأثرا بذلك بالكتاب الحياة من أهم أقواله الحب لا يمكن شراءه إلا بالحب بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة ولا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل السعر أيضا من موليد إم أيضا الفنان والملحن الشيخ زكريا أحمد الحياة اللي تمر اليوم بالذكرى المائة والسبعة والعشرين على ميلاد الموسيقر الكبير زكريا أحمد ولد في 6 يناير عام 1896 وهو أحد عمالقة الموسيقى العربية طبعا كما تعلمون عمل الشيخ زكريا مع ملاقة الموسيقى والغناء في مصر بدأ التلحين للمسرح الغنائي ولحن لمعظم الفرق الشهيرة مثل فرقة تعريق القصار وفرقة نجيب الرحاني طبعا وزاكي أوكاشا ومونيرة المهدية قبل أن يتحول العمل مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في بداية رحلتها الفنية الشيخ زكريا أحمد حياة اسم كبير في عالم الفن هو ليس فقط من كبار الملحلين وإنما من صناع التراث الموسيقي حقيقة من ضمن الألحان التي لحنها كان أكثر من ألف لحن ومنها واحد وستين لحن فقط لأم كلثوم وغنى له كبار المطلبين طبعا وقدم للمسرح عشرات الأوبريتات كما قدم العديد من الألحان للسينما وسجل بصوته بضعة ألحان منها لحنان للتلفزيون عام 1960 طبعا أطار إعجاب الجمهور القديم والجديد على السواء نظرا لأدائه المتفرد من ألحان التي تغنى بها وتغنى بها أيضا سيدة الغناء العربي أم كلثوم الورد جميل الحقيقة طبعا الورد جميل من الأغاني الجميلة التي غنتها أم كلثوم وتغنت بها وكلنا طبعا عارفين هذه الأغنية الحقيقة ساعات قليلة مشاهدينا زي ما قلته يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهذا العيد الذي يعد من أهم تاني أهم أعياد المسيحيين اليوم ليلة عيد الميلاد ساعات قليلة زي ما قلته مشاهدينا ويستقبل المسيح ومصر عيد الميلاد المجيد الذي يعد تاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة المجيد حيث احتفل المسيحيون الشرقيون بدكر ميلاد السيد المسيح في يوم 7 يناير من كل عام تخليدا لهذا الحدث المحوي في حياة البشر والذي قسم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وبعده وجاء ميلاد المسيح ليقدم للإنسان ثلاث علاجات نفعة من نتيجة نتيجة من الضعف البشري فلا يسقط فيها وهي المجد لله في الأعلى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وتتمثل مظاهر احتفال الحقيقة الأسر المسيحية في عيد الميلاد المجيد في إقامة الاحتفالات الدينية بالكناس والكادرائيات وقدس الميلاد وأصحاب احتفالات اجتماعية واجتماعات عائلية طبعا زي منتو عارفين وتتبادل فيها الهدايا ووضع شجرة وشجرة الميلاد طبعا وصلوات خاصة لهدي المناسبة أبرزها ووضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وتناول عشاء الميلاد يحتفل أيضا المسلمون المسلمون بعيد الميلاد وهو عطلة رسمية في مصر وأغلب دول العالم في الوطن العربي عيد ميلاد مجيد وسعيد يا رب على أقباط مصر في كل حتة في العالم حقيقة بيقيم متحف الحضارة وفصطات معرضا فنيا بمناسبة عيد الميلاد المجيد هذه المناسبة الجميلة والعظيمة رواع الفن القبطي تجذب زوار متحف الحضارة المصري سعيدنا الحقيقة يكون معنا على الهواء في مدخلة تليفونية الدكتور ميصر عبدالله ونائب رئيس تنفيذي للمتحف القومي للحضارة بالفصطات بنصبح عليك يا فندم كل سنة وانت طيب طبعا خير فندم كل سنة حضارك طيب وكل السادة المشاهدين بخير والسلام يا رب طبعا فيه زي ما قلت متحف الحضارة بيقيم معرض احتفالا بعيد الميلاد المجيد عايزين نعرف من حدك مدة المعرض قد ايه ومحتويات هذا المعرض ومدى اقبال الزوار عليه الحقيقة في إطار خطة المتحف القومي للحضارة للاختباب والمشاركة بالأحداث الهامة اللي بتمر بيها مصر ودول العالم احنا عددنا فتة موضوعة لعدد من المعرض والفعاليات على مدى العام وطبعا عيد الميلاد المييد وبدء السنة الميلادية الجديدة يعتبروا بالأهم الأحداث اللي بتحتفل بيها مصر والعالم كله طبعا ولذلك لابد من الاستعداد لهذا المعرض من فترة بعيدة وهذا المعرض بدأ بتاريخ 1 يناير احتفاله بالسنة الجديدة وإن شاء الله هو باستمر لمدة 15 يوم إن شاء الله حوالي 16 يناير بإذن الله تعالى إن شاء الله وعيدا البعرض هو بيبثل أو بيعطي فكرة لإبساد الزوار عن الاحتفال والآثار اللي اتطبطت بعيد الميلاد المجيد وميلاد السيد المسيح عليه السلام وأيضا بالفنول المسيحية اللي ظهرت في مصر من بدايات القرون البلدية الأولى لغاية العقل الحديث البعرض بعروض عبد الله بتحقيق عنوان ليكل نور ليكل نور هذه التسمية واستمد من العهد القديم من سفر التكوين باعتبار أن السيد المسيح عليه السلام هو نور الذي أضاء هذا العالم احنا الصراحة لما عملنا هذا البعرض وجدنا إقبال رائع من السادة الزوار مصريين والأجانب لأن جميع المقتلات اللي بلاعرضها في هذا المتحف في هذا المعرض تحديدا هي مقتلات بتعرض لأول مرة ودي عادة المتحف القوضي للحضارة المرصية إن جميع المعرض المؤقتة اللي تبقى إقابتها قبل كده كل المعرضات وبقتلاتها بتعرض لسادة الزوار لأول مرة ده شيء جميل احنا بتتعبد هذا بالفعل ولذلك احنا بالعرض ما يقرب من 25 قطعة أثرية أقدمها بيعود للقرن السادس الميلادي وأحدثها بيعود للقرن العشرين طب وطرأ أبرزها أبرزها إيه في القيمة دكتور ميسر؟ احنا عندنا من أجمل وأروع القطعة اللي معروضة عندنا تمثال بحجم طبيعي تقريبا نادر بالرغم اللي هو يعود لأولي القرن العشرين ولكنه بيصور القديس يوسش المجار بأسلوب رائع جدا أسلوب حديث لأنه كان صلع وفنان إيطالي فهذا تمثال بيدينا بلابح الفن الكاثوليكي اللي كان بوجود في بصر في أولي القرن العشرين عندنا عدد من الأيقولات سواء البسيحية الإبطية البصرية اللي هي بكتوبة بالخط العربي ومكتوبة بالخط الإبطي وعدد آخر من الأيقولات اللي بتعود لطائفة الروم الأرثوزوكس اللي مكتوبة بالخط اليولاني وهذه الأيقولات من الخشب المذهب اللي بتعود للقرون ما بين القرن الستاشر لقرن الساعتاشر مذهبة وتصور بيلاد السيد البسيح عليه السلام البشارة بمولده تعميد السيد المسيح عليه السلام في نهر الأردن كمان بالأهم من المقتلايات اللي بيتب عرضها في هذا البعرض عندنا عدد من المخطوطات والكتب الهابة والناغرة اللي بتتراوح ما بين القرن أول القرن الخمستاشر وحتى القرن الثمانتاشر يمكن من أهمها كتاب المعلم والتلميذ اللي كتبوا البابا كرولوس الثالث وهذا الكتاب يعود للقرن الخمستاشر الميلادي اللي بيعطي مجموعة من المواعظ والحكم والتعاليم التي يجب على التلابزة أو الرهبان في الأديرة اللي هم اللي يتعلبوها ويقتدوا بها في الاتضاع وفي التقوى وفي الورع وفي الخلق القوي فإحنا الحمد لله العدد كبير من المقتلايات الرائعة اللي تملل هي تسهد السادة الزوار عبدالله بالنسبة للزوار يعني واضح أنه فيه إقبال كما قلت إقبال شديد على هذا المعرض من الأجانب والمصريين هل هذا التقليد سيقام كل عام ولا ممكن كل عام القادم يكون فيه فكر جديد وشكل آخر بالاحتفال؟ الحقيقة هذا بيبسل تحدي لأن المناسبات تتكرر باستمرار لكن المعارض لا بد أن تتنوع فإحنا إن شاء الله في العام القادم بإذن الله سيكون لدينا احتفال آخر ببولد السيد المسيح عليه السلام وبعد السنة الميلادية الجديدة ولكن بتصور جديد وبمقتلية جديدة إحنا خطة المعارض عندنا بتشمل عدد من المعارض على مدار السنة يعني لا يقل على عشر معارض على الأقل للمناسبات قومية ودينية واجتماعية ووطنية ولكن أيضا ما يهمنا إن على هابش هذه المعارض هناك عدد من الفعاليات الأخرى اللي بتتب وعلى سبيل المثال إحنا بيعقد عدد من الورش للأطفال والتربية البتحفية مجالية وهذه الورش بتكون على هابش هذه المعارض حاليا فيه ورشة للأطفال لتعليم فن أوريجابي أو فن طي الورق اللي من خلاله إزاي يستطيع الطفل اللي هو يعمل زي كارت معايدة من الورق هدية إزاي يعمل شجرتين الميلاد هدية إزاي يشكل بين الورق أشكال مختلفة أيضا عندنا شهر الباطي بعرض الفلول الإسلامية وده استمر المدة شهر ونصف تخريبا بولاسبة اليوم العالمي للفلول الإسلامية وكان على هابش ورشة للزخرفة الإسلامية ورشة أخرى للخط العربي ورشة أخرى للتزئيب فلول التزئيب على الورق ولذلك هذه الفعاليات فعاليات مهمة جدا على فكرة هي اللي بتسري المعارض وهي أيضا اللي بتربط المشأ والأطفال بتاريخ وحضار بصر بلدهم اللي عايشين فيها حجم الدعاية لهذه المعارض كان إيه من خلال أنية قانوات الحقيقة إن الدعاية أخذت دور كبير نتيجة للمجهود اللي كان بيتب في إعداد هذه المعارض والحمد لله فعدد من القانوات المحلية سواء الحكومية أو الخاصة أشارت إلى هذا المعارض بالإضافة أيضا إلى الجرائد والمجلات المصرية أشارت إلى هذا المعارض وقابل بعمل ريبورتاجات عنه وقابل بعمل أحاديث صحفية عدد من الصحفيين اللي صوروه بالإضافة لأن البتحف له عدد من الصفحات على وسائل التواصل أكيد ده بيدي طبعاً تواصل وبيدي معرفة أكتر آه والمتحف الخاص بالمتحف وده اللي بيدي الفكرة دايبل على هذه البعارض نحن عادة بلعلن على بدء البعارض عادة قبلها بسبوع بحيث الهساد الزواري عبليل حسابه وعرفيه للبعارض هو أصلاً طبعاً المتحف القومي للحضارة بالفصطات يعني يعتبر صرح كبير وعيقونة تاريخية يعني الناس بتشاهد فيها وزواروا بيشوفوا العديد من المقتنيات والتحف الأثارية اللي هي مش موجودة في أي حتة غير عندنا الدكتور مايسر عبدالله كل سنة طيب نصبح عليك وكنت معنا على الهواء وشتراً شكراً زيلاً لك نائب رئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة بالفصطات كلنا عمونت بخير يعني يوم 6 يناير عشرين اربعة عشرين طبعاً على رأسيها أخبار مصر أخبار مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد رئيس السيسي الحقيقي عم فاتحة السيسي أخبار مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد الأهرام الرئيس السيسي يفد منذوباً لطائفة الأقباط الأنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد من أخبار اليوم أبو الغيت يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكي ويطالب وقف الحرب على غزة من الوطن ادخال دفعة مساعدات ومواد غذائية جديدة لغزة عبر معبر رفح من اليوم السابع الاتحاد الأوروبي نعمل مع مصر على تحديد مستهدفات مؤتمر لاستثمار لعقده في ربيع عشرين أربعة وعشرين جريدة الوطن عنوان اليوم إجراء القرى الإلكترونية للحج السياحي والإعلان عن الفائزين تجرى اليوم السابتة القرى الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لإدلاق لأداء فريدة الحج بشركات السياح اليوم السابع بدء سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن تبدأ استلام الأوراق الكيو آر المطلوبة من الفائزين بالتأشيرات لموسم حج 1445 هجريا أبرزها استخلاق شهادة تؤكد اجتمال التحصيم بالجرعات الأساسية من أخبار اليوم عنوان وزارة العمل استعداد 314.5 مليون جنيه أو استعادة الحقيقة استعادة 314.5 مليون جنيه مستحقات المصريين بالخارج خلال 2023 ده خبر مهم جدا المصر اليوم التموين بدء توريد 100 ألف طن قصة بسكر من المزارعين وإنتاج 7 ألف طن سكر الشروق وزارة الصحة فحص 2 مليون و 500 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين الوفد افتتاح 26 مسجدا في الجمعة الأولى من العام الجديد 20-24 اليوم السابع 30 ألف مشجع في وضية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأم أفريقيا عارفين طبعا منتخب مصر بيستعد لخوض كأس الأم الأفريقية إن شاء الله في كوديفور مع بداية 13 يناير إن شاء الله ستنطلق البطولة اليوم السابع إقبال كبير على معرض رمسيس وذهب الفراعينة باستراليا ونفاد جميع تذاكر المعرض اليوم السابع أستاذ مناخ النصف الأول من يناير موعد نوات الفيضة وتوقعات بأمطار غزيرة مشاهدين أخلي بالكو الأرصاد درجات الحرارة في القاهرة العزمة 22 والصغرى 14 أسكندرية العزمة 22 والصغرى 11 مطروح العزمة 22 والصغرى 11 أيضا وأسوهاج العزمة 23 درجة والصغرى 9 وقنى العزمة 24 والصغرى 11 وأسوان العزمة 25 والصغرى 11 أيضا فعلا الجو حيبتدي برد خلي بالكو يا رب يعني نتمنى لكم الصحة والسلامة دايما ونشرب حاجات كلها فيتامين سي إن شاء الله تكون طقينا من شر البرد ونزلات البرد